كيف تستعمل الأزمات الاقتصادية لصالحك هناك قلة من الناس من يمكنهم استغلال الأزمات لصالحهم وتحويلها إلى أموال طائلة في حساباتهم البنكية وعلى النقيض تماما يوجد عدد كبير من الناس يعيشون على دخل محدود أو ممن ليس لديهم عمل أو دخل دائم وهؤلاء الأشخاص هم الفريسة التي يسر استيادها عندما تشتد الأزمات إذا أردت أن تنجو من تقلبات الأسواق الاقتصادية وتلاعب الأغنياء بالاقتصاد يجب أن تكون من القلة التي تستغل أي أزمة اقتصادية لصالحها في هذا الفيديو سنعرض عليكم سبعة نصائح لكي تكون الصيادة بدل الفريسة قبل أن تبدأ لا تنسى للشراك في القناة وتفعيل الجرس واضغط ذلك لإعجاب تشجيع لنا ولنتوكل على الله ونبدأ بأول خطوة في كثير من الحالات يمكن أن يصبح الدخار المال هدفا صعبا بيسبب الإخفاق فيه كثيرا من الإحباط وذلك للجالب أفضل الوسائل والمبادئ الناجعة في توفير والدخار بخاصة لدى من يديرون شؤونهم المالية بلا وعي ويواجه الكثيرون صعوبة في جمع المال من أجل استثماره أو الذهاب في عطلة أو شراء سيارة جديدة ولكن الخبراء يؤكدون أن هذا الأمر ليس صعبا بشرط تجنب الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الكثيرون وتؤدي إلى إخفاقهم في تحقيق الأهداف المالية أحيانا تحدثك نفسك بتأجيل الشروع في الادخار إلى الشهر أو العام المقبل ولكن في هذا الوقت لا تنفع النوايا والوعود بل يجب الشروع فورا في الادخار وهناك كثير من الوسائل لتحقيق ذلك مثل إداع بعض المال في حساب بنكي للتوفير أو استثمار في أشياء أخرى والنجاح في تحقيق هذه الغاية يبدأ في المصرفات المنزلية ولكي تفهم كيفية توفير المال عليك أن تعرف أولا أين يذهب كل قرش تكسبه وتخطط مقدما لكل المشريات كذلك ينبغي الحذر من الاندفاع للشراف أوقات التخفيضات لأن هذا قد يكون فخا لذلك حتى في هذه الوقات يجب الاكتفاء بشراء الأشياء التي تحتاجها فقط وعدم الالتفاع إلى السلع الأخرى مهما كان حجم التخفيضات ثانيا ابحث عن مصادر دخل جديدة لم يعد خلق مصادر دخل إضافية أمرا رفاهية وحسب بل إنه أصبح ضرورة يدرك أهميتها كل شخص يسعى للوصول إلى الحرية المالية والأمن المالية حيث أن تنوع مصادر دخلك يسهمه بشهل كبير في حماية نفسك وعائلتك من تذبذبات الاقتصاد والصناع فبدلا من الاعتماد على وظيفتك فقط أو على الاستثمار الذي تملكه لا ضير أبدا من خلق بعض المصادر الإضافية التي قد تعمل كبديل لمصدر دخل رئيسي في الظروف الصعبة الدخل المكتسب دخل الاستثمار أو الدخل السلبي يمكنك أن تختار من أنواع الدخل الثلاثة ما تراه مناسبا لك كمصدر دخل جيد أو عدة مصادر مختلفة حيث يمكنك من خلال أسريب الدخل السلبي أن تخلق أكثر من مصدر واحد للدخل وبالتالي تزيد من فرصك في تحقيق الأمان المادي لك ولعائلتك ويحتاج منك إلى التفكير بطريقة صحيحة والاستفادة من الظروف التي حولك على الوجه الصحيح ثالثا لا تضع بيضك في سلة واحدة نوع استثماراتك هذا المثال الشهير سمعناه جميعا في صغارنا لتعبير عن أحد أهم طرق إدارة المخاطر وهو مثال ما زال فعالا حتى يومنا هذا لابد لك أن تقوم بتنوع استثماراتك بشكل يضمن لك تقليل احتمالية تعرضك للمخاطر قدر المستطاع رابعا راقب لحداث الاقتصادية واغتنم الفرص فرص الحياة كثيرة بعدد الايام والساعات واللاحظات تجداد كلما اجتهدنا وتقل كلما توقفنا والزمن الحاضر هو الأثمن في صناعة الفرص فلا يقلقنا مستقبل ولا يحزننا ماض فالحاضر هو سبيل للخروج من عقدة انتدار الفرص إلى صناعتها ومراقبة الأحداث الاقتصادية هو أساس هذه الصناعة التي تجعل الخيارات أمامنا متاحة ومتعددة تبقى حقيقة واحدة وهي أنه يوجد ما يسمى بالفرصة الوحيدة والأخيرة لذلك فمغتنم الفرص لا يملون من المراقبة حتى وهم منهمكون في اغتنام فرص حصل عليها بالفعل إلا أن الحاضر مليء بالفرص لذلك عليك دائما مراقبة الأحداث الاقتصادية فكلما كانت هناك أزمة اقتصادية كانت هناك فرص جديدة وكلما كانت هناك استفاقة اقتصادية كلما تضاعفت هذه الفرص وتذكر أن شعار كبار المستثمرين هو في الأزمات تصنع الثروات أنا لا أخسر أبدا إما أن أفوز أو أتعلم هذا الاقتباس الشهير لنيلسون مانديلا يشهد على الآثار الإيجابية للخطأ في بعض الأحيان ولا يوجد شخص يمكن أن يدعي أنه لم يرتكب أدنى خطأ المهم هو فهم سبب ارتكاب الخطأ وتحليله لضمان عدم تكراره في المستقبل سادسا اهتم بالجانب النفسي وطور مهاراتك قد لا نبتعد عن الحقيقة إذا قلنا بأن لتدريب مفعول السحر على الإنسان لا سيما في جانب ثقة بالنفس وتصعود مستوى المعنويات التي تؤدي بدورها إلى تطور مهارات الإنسان بصورة سريعة وأكثر دقة فالشخص الذي يتدرب على أيدي مدربين ماهرين سوف يكتشف في وقت قصير بأنه يكتسب قدرات جديدة تقربه من الاحتراف والمهنية العالية في المجال الذي يعمل فيه وكلما كان التدريب علميا منهجيا سيكون المنتج أكثر جودة واتقالا وثمت تجربة فعلية على المستوى العالمي أكدت أهمية التبرين والتدريب النوعي حيث أكدت دراسة صدرت عن جامعة زيوريخ السويسرية أن الحرص على تنمية المهارات وتدريب لتنمية القدرات الشخصية تساعد كثيرا في تعزيز شعور بالثقة في النفس وتنمي شعور بتفاؤل والأمل وتقضي على الشعور بالعزلة وتعزز حب التطلع إلى الأفضل واكتساب المعرفة سابعا بن عادة القراءة ألاحظت أن بدء اللعب في الجيم يكون صعبا في البداية ثم يتحول الأمر مع السمرار والمواظبة إلى عادة جميلة لا تستطيع تركها وكل ما انكلمته من محترفي صلاة الجيم أكد لي أن وقت الجيم هو الوقت الذي يستمتع به ويفصله عن عناء اليوم كله الأمر نفسه ينطبق على القراءة فإنك إن لم تعتد على القراءة من قبل تستطيع تدريب عضلة القراءة عندك بنفس طريقة رفع الأثقال في الجيم ابدأ بكتب صغيرة شيقة يمكن إنهاؤها سريعا حتى تعطيك شعورا بالإنجاز الروايات والقصص القصيرة التي لا تتجاوز المئتان صفحة تعتبر تدريبا رائعا ابدأ بالالتزام بقراءة عدد قليل من الصفحات يوميا ولتكن البداية بصفحة واحدة فقط لكن احرص على أن تواضب على هذه الصفحة كل يوم بلا انقطاع مع الوقت سيصير الأمر عادة لا تقدر على التخلي عنها اربطها بعادة أخرى تحبها أنا شخصيا أحب القهوة واربط القراءة بشرب القهوة فكلما أعدت كوبا أحضر كتابي وأجلس لقراءتي حتى أنتهي من قهوتي كافئ نفسك بعد كل إنجاز يوميا لا بد من ربط إنجاز المهمة اليومية بمكافأة ينتظرها الدماغ بعد تحقيق الهدف المطلوب مثلا تناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة من غير سكر مع القهوة والكتاب أفضل ثلاثي يمكن أن يجتمع في حياتك كرر هذا النموذج مرارا وتكرارا حتى يصير جزءا لا يتجزء من حياتك وشخصيتك حينها تستطيع رفع عدد الصفحات إلى خمس صفحات في اليوم ثم عشر صفحات في اليوم وهكذا إذا أعجبك هذا الموضوع قل لنا في التعليقات ولا تنسى الإعجاب والشراك في القناة ليصلك كل جديد